اشتركوا في القناة ووصلنا إلى قول الله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الأجل ومعنى الأجل وكانت لنا تساؤلات تركناها لهذه الحلقة على أن نستكمل الكلام حولها وعنها في قضية أنه الأجل هل أن الأجل يتغير أم أن الأجل واحد فقد ذهب البعض إلى أن هناك أجلان وهذا ظاهر الآية كما ذكر ذلك الإمام الآلوسي وذكر ذلك أيضا ابن عاشور قال ظاهر الآية يظهر على أن هناك أجلان والحقيقة الذي عليه مذهب أهل السنة على أن الأجل هو واحد لا شك وإنما الاختلاف في مسمى قضية الأجل والأجل المسمى أنه يعني ذكر العلماء فيه أقوالا كثيرة سنعرض على بعض منها وتكلمنا على قضية أنه التأخير أو الزيادة في العمر كما قال يؤخركم إلى أجل مسمى هل التأخير هذا يكون الزيادة تكون زيادة حقيقية أم زيادة في البركة ظاهر القرآن وظاهر اللفظ يدل على أن الزيادة حقيقية وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الزيادة حقيقية أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل هناك زيادة حقيقية لا تنافي علم الله المسبق بحال العبد وإيضا سنتكلم عن هذه الجزئية لكن ابتداء أن الزيادة حقيقية وذهب البعض على أن الزيادة في البركة يعني ذهبوا إلى أنه الله سبحانه وتعالى يجعل بركة في عمر الشخص فينجز إنجازات ويعمل أعمالا ويؤلف ربما يدرس ربما يكتب ربما يفعل أشياء كثيرة يعني وهو ابن أربعين سنة لا يستطيع عليها من هو ابن مئة سنة الذي عاش مئة سنة وما ذاك إلا بتوفيق الله وتقدير الله حيث أنه وفق هذا في اعتنام أوقاته وربما خذل ذاك بتركه وتضيعه لوقته ولذلك كان الوقت وقضية الوقت هذا من الأشياء التي يسأل عنها العبد عن عمره فيما أفناه فيما أفناه هل أفناه في طاعة أم أفناه في غفلة أم أفناه في المعاصي نعم قال يؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء أي جعل هناك مسميان مسمى أجل مسمى وأجل الله قالوا الأجل المسمى ذهب أبن عشور في إشارة لطيفة قال يؤخركم إلى أجل وهنا التنوين أراد به الجنس أي أنه لكل واحد منكم له أجل فهذا التنوين جاء للجنس أراد تنويع الآجال وهو تنويع آجال قوم نوح أي لكل منكم أجل خاص به ولكن الأجل المسمى الذي سماه أجل الله أجل مسمى هذا لكل واحد منكم أجل سماه الله له على الإنفراد لكن أجل الله جاء الذي إذا قدر به موت العبد أو انتهاء حياته فهذا الذي لا يؤخر ولذلك ذكر العلماء في هذا المعنى قالوا مثلا إن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون لقوم نوح إن آمنوا إن آمنوا ألف سنة وإن عصوا سيهلكهم بالغرق على تسعمائة سنة فالأجل المسمى هو أجل الإغراق وأجل الله الأجل الذي علمه الله أنهم منهم من يؤمن ومنهم من يكفر فالذي يكفر لا شك أنه سيموت بالأجل المسمى الذي سماه الله له على التخصيص والذي سيؤمن سيكون إلى المدة الأبعد التي هي أيضا من أجل الله وأضافه إلى الله على أنه يعني على الأجل أنه مكشوف عند الله سبحانه وتعالى وليس على معنى أن الله سبحانه وتعالى الله عن ذلك علوة كبيرة لا يعلم من سيعيش ومن سيموت من سيتأخر ومن سيتقدم ولذلك عندما قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون على اعتبار ماذا على اعتبار أنه إذا وصلوا الأجل الأطول والأمد الأبعد فإن ذاك لا شك أنه لا يؤخر لأنه هذا ينافي علم الله علم الله سبحانه وتعالى في الأشخاص والأحوال والأفراد لذلك علم الله سابق ولذلك قالوا إن التغيير الذي يحصل إنما يحصل في صحف الملائكة كما قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي أنه عنده أم الكتاب عنده الأجل الذي علم الله سبحانه وتعالى فيه متى سيكون انقضاء آجالهم ويعلم فيه أيضا أنه هذا سيؤمن وهذا سيكفر فالذي سيؤمن سينجو من الغرق ويشتاز هذه المرحلة وقد قدر الله له أمدا وعمرا وزمنا يعيش به بعد بعد الطوفان فسيكون هناك له أجل آخر وهو الذي سماه أجل الله الذي سينتهي فيه حياته لذلك كان المعتزل يقولون بقول الأجلين يعني أن هناك أجلان وبالحقيقة هو أجل واحد ولكن التغيير التغيير يكون في صحف الملائكة كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم قال المقاتل بن سليمان البلخي في تفسيره قال أنه الأجل وكذلك الزجاج على الخلاف البسيط بينهما على أنه الله سبحانه وتعالى يعلم من سيموت منكم في الطوفان وفي الهلاك والعذاب الأليم الذي يعني أنذر الله سبحانه وتعالى به على لسان نوح عليه السلام عندما قال من قبل أن يأتيهم عذاب أليم فالله يعلم من سيموت في سورة نوح ومن سينجو بنجاة الله سبحانه وتعالى في سفنة نوح ويبقى بعد هذا الوقت فهذا الأجل المسمى لهلاك بعضكم وأجل الله الذي سيكون في انتهاء آمادي أو آجال بعضكم الآخر كأنه هذا المعنى أو أنه كما قال الزجاج على التصريح قال أنه يؤخركم إلى أجل مسمى أي أنه لا يستأصلكم جميعا أو لا يستأصلكم بالعذاب إنما تكون هناك البركة والراحة والسعة لو آمنتم فكأنه جعل الأجل الثاني هو يعني كأنه قدر الله هناك على أجل مشروط على أنه إن آمنوا أوحفا إن بقوا على الكفر كان هناك عذابا سينزل عليهم العذاب وإن آمنوا سيكون لهم الرخاء والراحة فكأنه الأجل والأجل المسمى هو الانتقال ما بين العذاب وانتقال بين الراحة والسعة التي وعدهم الله سبحانه وتعالى بها قلنا في قول الله تعالى إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر أجل الله إذا جاء لا يؤخر لا شك أنه أجل الله لأن الله علم من سيؤمن ومن سيكفر كما قلنا ولذلك قال وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره أي أنه حتى إن زاد العمر أو نقص العمر على الاختلاف في الضمير هل عائد إلى نفس المعمر أم إلى معمر آخر الطبري وبعض المفسرين قالوا لا يعود إلى الأول وهذا الأقوى والقرطبي قال الإحتمالية موجودة بين اللفظين نعم أنه الله سبحانه وتعالى قد كتب هناك وجعل هناك يعني آجالا مشروطة إن البر والصلة يزيدان في الأعمار ويعمران الديار وكما قال عيسى السلام أيضا من أراد أنه يعني يمد له في عمره وينسأ له في أثري فليصل رحمه وحديث كثيرة جاءت في بيان على أنه هناك تأخير وهناك زيادة وهناك إمداد من الله سبحانه وتعالى للعبد في حال الطاعة وللك قال خيركم من طال عمره وحسن عمله إذا كان هناك أفعال يفعلها العبد ربما ينقله الله من شرط إلى شرط وعند الله معلوم أنه ماذا سيفعل ليس أن الله سبحانه وتعالى ينتظر ماذا سيفعل العبد حتى يكتب له الأجل لا الله يعلم ماذا سيفعل العبد لكن نعم البر والصلة وغير ذلك كما ورد في الأحاديث تزيدان في الأعمار وتعمران الديار فالزيادة كما قلنا على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم على أنه زيادة حقيقية وأيضا هناك في المعاصي ما قلنا وجعل الزيادة في البركة بعض أهل الحديث قالوا كلاما لطيفا قالوا حقيقة البر والصلة وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة بحقيقتها وبذاتها تزيد في العمر لأنه يعني هذه الأفعال ليس لا علاقة بالأجل والله صلى الله عليه وسلم قد كتب على لما خلق المولود أو خلق الجني في بطن أمه أرسله الملك فكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد هذا الذي كتبه الله على المولود على الجني في بطن أمه هذا لا يتغير لأن الله يعلم بماذا سيؤول إليه حال العبد ولذلك لاحظوا حتى الله سبحانه وتعالى يعني يعني بالنسبة لقوم نوح لقوم ثرعا للأقوام الأخرى للأمم الأخرى الله سبحانه وتعالى عن بما ستكون النتيجة عن بما سيؤول إليه الأمر لذلك الله سبحانه وتعالى عندما كتب هذه الأشياء على الجنين في بطن أمه ومع ذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله ماذا؟ أن يعيدنا من النار وأن يدخلنا الجنة وأمرنا أن نسأل الله في زيادة الرزق وأمرنا في أشياء التي أخبرنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أنها قد كتبت فربما البعض يقول أليس في ذلك تعارض أن النبي أخبرنا أن هذه الأشياء قد كتبت وقد قضي الأمر فيها ثم بعد ذلك يأمرنا بماذا أن نسأل الله أن يعيدنا من النار وأن يدخلنا الجنة ونسأل الله زيارة الرزق ونسأل الله من فضله ونسأل الله كذا وكذا وهذا كله مخالف في ظاهر الأمر لما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمور قد كتبت وقد قضي بها الأمر أجاب العلماء عن ذلك قالوا ألم تسمعوا قول النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له الذي كتب الله له الجنة يسره الله يسر الله له أمره بأن يسأل الله أن يعيده من النار فيعاذ من النار ويكون من أهل السعادة لأن الله قد يسر له ذلك الأمر وقد علم من قبل ذلك وقد كتب له ذلك وهو جنين في بطن أمه كتب له ماذا سيكون من أجله ورزقه وشقي أم سعيد فأعملوا فكل ميسر لما خلق له هذا يعني ملخص لما قيل أما الزيادة والنقصان التي تحصل في الأرزاق وفي غير ذلك يعني عندنا أحاديث ورواية كثيرة تدل على أنه تدل على أنه البر والصلة أو الطاعات بجملتها لا تزيد شيئا الطاعات بجملتها لا تزيد شيئا من العمر تزيد شيئا من الرزق وكذلك المعاصي لا تنقص شيئا من الرزق وهذه في رواية كثيرة مأثورة يعني مرفوعة عن النبي عليه السلام وموقف على بن مسعود وغيري وذكر ذلك كثير من أهل العلم ذكروا هذه الروايات على أنه أسطاع لا تزيد في الرزق والمعصية لا تنقص في الرزق فقالوا كيف ذاك ويعني مع أنه البر والصلة تزيدان في الأعمار وتعمران الديار وأن الله ينسأ له في أثري ويبسط له في رزقي فكيف يكون بسط الرزق مع أن الأرزاق لا تتغير وينسأ له الأجل والأثر ويزاد له في العمر والأعمار لا تتغير قالوا أن هناك أعمارا أو هناك أرزاق نتكلم عن الأرزاق حتى تكون أوضح هناك أرزاق قدرها الله ثابتة وهناك أرزاق مشروطة دعونا نعبره بالطريقة العصرية الآن كيف أنه لله المثل على كيف أن الموظف عنده الراتب الأساسي أو الراتب الإسمي كما يسمونه وهو ثابت ليس عليه زيادة أو نقصان وهناك ماذا حوافز إن فعل شيء عن زيادة جاءته الحوافز وإن لم يفعل لم تأتيه الحوافز كذلك ولله المثل أعلى الرزق الأساسي ثابت لذلك لما سألت أم سلمة سألت زوج النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله و بأبي سفيان و بأخي معاوية قال لقالت سألت الله أجالا مضروبة و أرزاقا مقسومة و لو سألت الله أن يعيدك من النار و تخليك للجنة لكان خير هذه هنا قالوا كيف النبي قال لها أنه أرزاق مقسومة و الأجال مضروبة قالوا نعم هذه على هذا المعنى على أنه الأساس ثابت هذا الأساس الراتب الأساس أو راتب الاسمي هذا ثابت لا يتغير من الذي سيتغير في قضية أنه ينسأ له في أثري و يبسط له في رسقه و البر و الصلاة تزيادان في الأعمار و تعمر عن الديار هذه الزيادة الأخرى من أين؟ قالوا هذه الزيادة المشروطة على فعل العبد إن فعلها جاءته هذه الزيادة و هذا هو ملخص ما قاله أهل العلم في مسألة زيادة الآجال و زيادة الأرزاق إنما يكون ذلك على أشياء مشروطة علمها الله أنها ستكون في حال العبد قال إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لا شك أنه أجل الله إذا جاء لا يؤخر و إلا انقلب علم الله إلى جهل و تعالى الله عن ذلك علوا كبير أن يكون لا يعلم بحال العباد ماذا سيكون من حالهم لاحظوا في قول الله تعالى إن قرب الفهم هذا بآية أخرى الله سبحانه وتعالى ماذا قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ثم قال إن شاء الله لتدخلن اللام مع الفعل المضارع تفيد التوكيد أنهم داخلين داخلين قطعا هذا لا فيه ليس فيه مراء و ليس فيه جدال أنهم داخلون قطعا إلا بتوفيلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لتدخلن المسجد الحرام ثم جاءت إن شاء الله البعض يقول يعني ما الحكمة أنه جاءت إن شاء الله وما المراد منها أن تأتي في هذا السياق إن أخبر الله عن دخولهم إلى المسجد الحرام فما الحكمة أن تأتي إن شاء الله قال بعض أهل التفسير أهل الدقائق قالوا إشارة في غاية اللطف قال هناك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين نزل الخطاب فيهم سيموت قبل الدخول فجاءت إن شاء الله لاستثناء من علم الله من حاله أنه سيموت قبل الدخول فجاءت هنا إن شاء الله لاستثناء بعض الأشخاص الذين سيموتون الذين وجه لهم الخطاب وعلموا بهذا الخطاب لكنهم سيموتون فلذلك جاءت إن شاء الله لاشتزاء بعض هؤلاء الذين لم يكتبوا الله لهم أن يدخلوا المسجد الحرام وذلك لاحظوا دقة القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم قال إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر نعم من استدل بقول الله تعالى لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون يجاب عن هذه الآية أنه يعني الآية ظاهرة أنه إذا جاء جلوم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وليس المراد بها الساعة الستين دقيقة يعني المراد بها اللحظة أي لا يتأخرون عن ذلك مقدار لحظة من الوقت العلماء قالوا أولا هناك فرق بين التأخر والاستئخار والتقدم والاستقدام لذلك لاحظوا أنه لو رجعنا إلى القرآن الكريم عندما يأتي يتأخر ويتقدم يكون هناك فيه مجال للتغيير كما قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر هنا يتقدم أو يتأخر جاءت لا يستقدم ولا يستأخر جاءت يتقدم ويتأخر أما مجيء الأجل فقالوا الآية ظاهرة وصريحة أنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في ماذا في الأجل المسمى أما الأجل بالله الذي علمه الله وهو نهاية آجالهم قالوا لا المقصود به نهاية آجالهم وذلك حل الإشكال في هذه المسألة أنه هذا سيكون في نهاية آجالهم أنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أنه إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أي أنتم لم تعلموا وما علمتم حكمة الله وما علمتم علم الله المسبق فيكم ولو كنتم تعلمون أن الأهلاك ينتظركم وعلمتم أنه آجالكم ستذهب وسيغشاكم الطوفان والغرق والماء لما فعلتم هذا قال أنه قوم نوح عليه السلام كانوا قوم يحبون الدنيا لذلك سيدنا نوح عليه السلام حاربهم أو دعاهم بالحقيقة هي ليست محاربة الغاية منها النصر لفريق على آخر إنما الغاية هو أنه يعالجهم بما هو الداء فيهم كما يقول وداوها بالتي كانت هي الداء أنه كان همهم حب الدنيا فعالجهم نوح عليه السلام بمسائل تخص الدنيا ولذلك من قضية أنه يعني كما قيل في التفسير وذكر ذلك بعض السلف قال حبس الله عنهم مطر سنوات وكانوا هم أهل زراعة ولا شك أنهم كانوا يعني قلت المياه عندهم في الأنهر التي كانت موجودة عندهم وقلت المياه عندهم والينابيع وقطع عنهم الذكور فكان لا يتيهم من النسل إلا البنات وهذا كان يعني يؤذي العربي في ذلك الوقت على أنه تعرفون أنه الذكورة مسألة مهمة جدا عند العربي نعم ربما بعضكم سيعترض عليه ويقول لم يكن هناك عرب نقول لا هذه هم أصول العرب يعني أكثر أهل التاريخ قالوا الهجرات التي حصلت من العراق قسم منها سكن اليمن وهم الذين شكلوا الخمر الأولى لقضية العرب الذي نقول أصل العرب من اليمن لكن من يسأل فيقول قبل اليمن أين كانوا كانوا في العراق لا شك وهذا لا خلاف فيه عند المؤرخين وعند أهل العلم على أن العراق هو المهد وهو الأصل نعم قال لو كنتم تعلمون أي لو كنتم تعلمون أن الله أراد بكم الرحمة حين أرسلني إليكم وأراد بكم الخير عندما يعني أعلمكم بهذا وحذركم وأنذركم بقولي أنه سيكون هناك عذاب أليم لو تأخرتم عن الإيمان قال لو كنتم تعلمون ثم سيدنا نوح عليه السلام استمر في دعوته وبالغ في دعوته وحاول جاهدا بشتى الطرق والوسائل والأساليب أن يوصل لهم هذا الأمر خشية عليهم وهو قضية الأنبياء لا شك أنهم أشفقوا الناس بأممهم وأرحموا الناس بأممهم لا شك أن الأمر يصعب على الإنسان عندما يرى قومه وأهله وأولاد عمومته والناس الذين يحبهم يعني يغشاهم العذاب ويموتوا على العصيان لا شك هذا الأمر يؤلم ولذلك سيدنا نوح عليه السلام استفرغ في أمر الدعوة وخاطب الله سبحانه وتعالى في سورة نوح بين ما فعله مع قومه وما ردوا عليه بثمان خطابات يعني قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ثم إني أعلنت لهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا قلت استغفروا ربكم وقال نوح رب إنهم عصوني قال رب لا تذر على الأرض من الكاثرين الديارة وغير ذلك من الآيات التي سنعرض إليها إن شاء الله ولكن نوح عليه السلام استفرغ في أمر الدعوة استفراغا عظيما حيث لم يبقي من حاله ومن جهده جهد حتى استنفذه في أمر الدعوة قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا أي أنه يا رب أنا لم أترك وقتا ولم أترك ساعة من ليل أو من نهار علمت فيها فيها صفاء ذهن لهم وصفاء حال لهم إلا واقتحمت لهم واقتحمت عليهم أوقاتهم ليلا أو نهارا أبلغهم رسالة ربي وأبين لهم وأحذرهم وأنذرهم وأنذرهم من العذاب الأليم الذي ينتظرهم ولكن لم أجد في ذلك يعني مشتجيب ولم أجد في ذلك إجابة وإنما فعل نوح عليه السلام ذلك أي شكاية إلى ربه لأنه كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أي أنه توجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعواه وبشكواه لذلك قال ربي إني وفي قراءة إني دعوت قومي ليلا ونهارا أي أنه لم أبقي لهم وقتا من الأوقات إلا واقتحمته عليهم حتى أدعوهم فيه ليلا أو نهارا ولذلك يعني هذا يشبه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مستنى بالسنة نوح عليه السلام حين كان يذهب إلى قومه ليلا ونهارا فقد ورد في روايات وإن قال البعض أهل التفسير عنها ضعيفة أنه كان يأتي لعمه عم أبو لهب كان يأتيه ليلا ويحاول أنه يعني يجذبه إلى الإيمان قدر استطاعته صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه ماذا يعني كما قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولبكيتم كثيرا لأنكم لا تعلمون ما أعلم أنا كما كان يقول صلى الله عليه وسلم كذلك نوح عليه السلام كان يحرص على القوم لأن يعلم شدة العذاب وعظم العذاب الذي سيأتي لهؤلاء القوم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم إلى المدة الأبعاء إلا فرارا ما كان ردة فعلهم من دعائي ومن دعوتي لهم إلا أنهم ازدادوا فرارا وحقيقة ليس الفرار هو يعني نتيجة الدعاء يعني الدعاء شيء والفرار شيء آخر يعني هنا استثنى الفرار من الدعاء على استثناء المنقطع وإلا الفرار فليس له علاقة بالدعاء ولكن يعني لم يقول فلم يستجيبوا كما ذكر ذلك الألوسي قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ما قال يعني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يستجيبوا إنما قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وكأنه يعني زيادة الدعوة كانت بالمقابل هي زيادة في ماذا في غناد القوم وفي رد القوم لقوم نوح عليه السلام وسنفصل إن شاء الله في هذه الآية تفصيلا دقيقا إذا مد الله لنا من الوقت والعمر في الحلقة القادمة بعون الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة